وحتلاقي فيه كتير جدا بيقول الشرق الأوسط خصوصا أننا كنا دخلين على مواسم سياحية نهاية العام وعياد الميلاد وهو ده الأزمة اللي احنا النهاردة بننجر لها يوم بعد يوم علشان كده احنا بنحذر هتلاقي السياحة في العالم تأثرت وإحنا دخلين على مواسم سياحة مواسم السياحة النهاردة الكريسماس بيبتدي من الشهر القادم على طول هو شهر 12 التخوف من الحجوزات في العالم كلها بتدت تنخفض ليه لأن الحرب بتشتعل أكتر علشان كده الدولة والسيدة الرئيسة فاندي مش بيجاهد بيكافح صحيح إن قلت الحرب بتتوقف جزئيا لحقن الدماء دي أولا والاستعادة الأوضاع الاقتصادية صحيح النهاردة حضرتك ده تقرير من صندوق النقد الدولي ومن البنك الدولي في أربع خمس دول اللي هي في بقرة الحدث هتكون أكثر تأثرا الأردن فلسطين لبنان سوريا مصر ليه لأنه بيقولك دول أقرب حدودا مع الصراع الموجود والحرب صحيح وللأسف النهاردة لو توسع وتعمق الصراع ده هيكون أبعد من ذلك لو تدخلت الدول اللي هي وضع حاملات الطائرات يعني أمريكا أشعرهم يعني طبعا في البحر المتوسط والبحر الأحمر لو لقدر الله حصل أي حاجة مش هنشوف الأسعار اللي حضرتكم بتشوفوها دي خالص هنتكلم على كلام تاني بارتفاع مش أقل من خمسين في المية زيادة سواء في أسعار البترول أو الغاز أو النقل خاصة أن احنا أصلا عندنا تجربة مع الحسيين عندنا تجربة مع الناس اللي في لبنان أو الدول الأخرى اللي هي ممكن تسعى أن تزيد المنطقة اشتعالا اشتركوا في القناة